السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معكم محمد صغير في حلقة جديدة على مدوينة العالم الافتراضي في هذه الحلقة ستستطيع من خلالها التسجيل في موقع أو في تنزيل تطبيق سبوتفاي تطبيق الموسيقى يعني شبيه بشبكة اجتماعية والتسجيل فيه طبعا يوجد موقع له خاص وكذلك تطبيق لأجهزة الأندرويد وأجهزة آي او اس التطبيق بطبيعة حال محجوب على دول الوطن العربي والدول العربية ولكن بطريقة سهلة يمكنك التسجيل فيه باستخدام VPN طبعا سستخدم VPN فقط في عملية تسجيل بعد ذلك يمكنك حدفة VPN واستعمال تطبيق في كل مرة الدخول إليه والخروج منه والاستماع إلى الموسيقى بكل سهولة الطريقة سهلة طبعا سأوريكم الطريقة في هذا الشرق بإذن الله ولكن يوجد حلقتين بعد هذه الحلقة سأستهدف فيها مستخدمي آي او اس أو أجهزة أبل ستكون الحلقة التي تلي هذه الحلقة وكذلك يوجد حلقة بعدها سأوريكم فيها طريقة تنزيل الأغاني من تطبيق سبوتفاي إلى تطبيق الموسيقى يعني تنزيلها وبعد ذلك نقلها إلى تطبيق الموسيقى الاستماع لها في أي وقت يعني دون الاتصال بالنترنت أو الدخول إلى التطبيق فلهذا لا تفتعدوا كثيرا ابقوا معي حتى أوريكم في هذه الحلقة طريقة التسجيل في النوقع وطريقة استخدامه بكل سهولة اشتركوا في القناة تطبيق سبوتفاي أو موقع سبوتفاي ستجد أن السبوتفاي يعني أن التطبيق أو الموقع غير متوافق أو غير متاح في بلدك ولكن يمكنك استعمال VPN يوجد العديد من الفي بي ان مئات الفي بي ان إذا كان لديك في حسوبك فهذا شيء جدا جيد يمكنك استعماله مباشرة وإذا لم يكن لديك فيمكنك استعمال تطبيق تونيل بير يعني سوف استخدمه في هذه الحلقة بالدخول إلى الموقع الرسمي الذي سوف تجده أسفل الفيديو تقوم بالضغط على داون لوند تونيل بير بعد ذلك تختار بي سي يعني ويندوز أو ماك كذلك يوجد منه نسخة للأيفون وكذلك للأندرويد يمكنك استعمال تطبيق من الحسوب أو إذا أردت تسجيل مباشرة من التطبيق من الأندرويد يمكنك استعمال نفس التطبيق طبعا سأدغط على بي سي هنا بعد ذلك يتم التحميل وتتبيته بطريقة سهلة جدا بعد تنزيل التطبيق طبعا هذا هو ملف تتبيت التطبيق وتتبيته تقوم بفتحه من هذه الايقونة التي استظهر في سطح المكتب الآن في كل ما عليك فعله هو فقط اختيار يوناتد ستيس أو أي دولة متاح فيها التطبيق بعد ذلك تضغط على هذا الزر هكذا إلى On تنضي قليلا Connecting عندما يصبح Connected هذا شيء جدا رأى يعني أنه اتصل ننضره قليلا كما ترى أمام Connected تم الاتصال الآن ترجع إلى الموقع Spotify وتقوم بإرفريش للصفحة أو إعادة تحميل الصفحة وسترى أنه يمكنك التسجيل بكل سهولة منتظر قليلا نقوم بنسخ الرابط وفتحه من جديد نقوم بالدخول إلى الموقع مرة أخرى كما ترى أمامك مشاهدي الكريم تم فتح الموقع الآن يمكنك الضغط على بلاي فري يعني الاستماع من الحسوب مباشرة و أونلاين من الموقع يمكنك ذلك اللوغ إن إذا نعمل اللوغ إن يكونك أيضا إنشاء حساب أو تسجيل بالدخول عن طريق الفيسبوك لوغ إن ويت فيسبوك هكذا ويتم التسجيل عن طريق خلال أو من خلال حسابك في الفيسبوك كما ترى أمامك هنا محمد الصغير دخلت إلى الموقع كما ترى هنا يمكنني الاستماع الآن إدية بروفايل ترايب برامير فري كما ترى أمامك الآن يمكنني يعني كما ترى الآن يعني دخلت إلى الموقع و استخدمه بطريق طريقة سهلة جدا من خلال الأحسوب الحاسوب الآن سأنتقل إلى هاتفي الآيفون وأريكم الآن حتى بعد التطبيق يعني بعد استخدام هذا التطبيق تونيا البير وتسجيل يمكنك يعني إدلاقه لا توجد أي مشكلة الآن سأنتقل معكم إلى تطبيق أو إلى خلال هاتفي الآيفون وأريكم طريقة استخدامه في هاتف الآيفون بطريقة سهلة طبعا هذا هو تطبيق سبوتوفاي قمت بتسجيل فيه بطريقة سهلة يعني للتستخدام يمكنك تنزيل تطبيق تونر بير أيضا على أجهزة الآيفون والأندرويد ولكن يمكنك استعمال أيضا برنامج VPN آخر بكتابة كلمة VPN فقط في البحث في الابستور وستجد الكعديد والعديد من البرامج هذا البرنامج الذي يظهر أمامك الآن تطبيق رائع و استخدمته في التسجيل من خلال هاتف الآيفون طبعا تطبيق مجاني 24 ساعة إلى 24 ساعة دائما مجاني يمكنك استخدامه فقط قم بتنزيله و التسجيل فيه كما ترى أنا لم أقوم بتنزيله طبعا قمت بحتفه بعد القيام بعملية التسجيل لا توجد أي مشكلة وإذا لاحظت عندما أقوم بالدخول إلى تطبيق سبوتفاي استجد أنه استخدم التطبيق بكل سهولة و التطبيق رائع كما ترى هنا تم فتح التطبيق و استخدمه بدون أي مشاكل إذا الفكرة فقط هي في استعمال VPN عندما تريد التسجيل إذا كما رأيتم مشاهدين الكلام طريقة سهلة للغاية رجائز إذا أعجبتك هذه الحلقة لتبقى لي بالنقر على زر لايك و سبسكرايب يظهر الآن أسهل الفيديو على يميني قموا نقرأي قبل أنها الفيديو لا تنسى كذلك العجاب بصفحتنا على الفيسبوك و زيارة المدونة في H3BW.com يوجد حلقات فهمية و تدوينات في كافة المجالات التقنية نتوقع في حلقة قادمة إلى اللقاء